بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير ممهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند يمكن البداية النهاردة هتكون مختلفة شوية نظرا للحالة الاستثنائية اللي بنعيشها في الوطن العرب وتحديدا في فلسطين بعد العدوان الغاشم اللي حدث خلال الفترة الايام القليلة الماضية حالة حداد اعلنتها جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة ايام بعد العدوان الغاشم وحالات الاستشهاد لعدد كبير جدا من الاطفال والنساء والرجال والشباب في فلسطين وتحديدا في غزة يمكن شركة استداد للاستثمار الرياضي اعلنت الحداد ايضا لمدة ثلاثة ايام وهو حداد معلن من جمهورية مصر العربية وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتأييدها لحقهم في الدفاع عن حقوقهم وحريتهم كما تدين قصف المستشفى الاهلي المعمداني بغزة اشد الادانة باعتباره تجاوز خطير في حق الانسانية وتعلن ايقاف جميع الفعاليات الترفيهية المقامة او المنظمة عن طريق شركائها وشركتها التابعة لمدة ثلاثة ايام رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس السيف الوزيري شعب المصري باكمله شعب المصري في جميع الحاء العالم متضامن ومساند للقضية الفلسطينية ومساند للشعب الفلسطيني حالة الاعدوان من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى الاطفال والتصرف اللا انساني الذي حدث بالامس على مستشفى فيها اطفال ومرضى وسيدات بالتأكيد هذا اندل على شيء بيدل على انه كيان صهيوني مختل يحارب اطفال ويحارب انسان مدني عزل من اي سلاح ولكن كل تضامن من جمهورية مصر العربية للاشقاء في فلسطين وكل الدعم للقضية الفلسطينية وكل المساندة هنا من ارض الكنانة لكل الشعب الفلسطيني في كل ارجاء الوطن العربي طيب كمان لعبي النادي الاهلي على مدار الفترة اللي فاتت كان فيه تويتات وكان فيه كلمة مهمة جدا لو مش في ايدك القرار الكلمة مسئولية الكلمة مهمة الكلمة بتسمع والكلمة بتوصل والكلمة مؤثرة من يعتقد ان كلمته لن تكون مؤثرة هو واهم ولكن الكلمة مؤثرة بشكل كبير جدا رغم حالة التضييق والخناق اللي موجود على السوشيال ميديا وهو تضييق وخناق متعمد ولكن عدد من الرياضيين وعدد من نجوم النادي الاهلي في الفترة الاخيرة كان لهم خروج بارس جدا من خلال صفحتهم سواء على انستجرام او على تويتر او حتى على الفيسبوك يمكن هستعرض تويتر لمحمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي وغرد وكتب العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للاطفال والابرياء في غزة تحت انظار وانوف المجتمع الدولي برمته مدينة باكملها محصرة منذ اكثر من عشر ايام وتمارس كافة الانتهاكات بحق اهلها ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعية والاسلحة والغازات المحرمة دوليا اطفال يقتلون بدم بارد ويقتل النساء والرجال امام اعين الاطفال وتهدم المنازل والطرق ويحرمون من المال والقهرباء والوقود وادوات الاغاسة يقتلون المصعفين ويطالبون المدنيين بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف اثناء الخروج كفى ظلما وقهرا اقتزت المدينة بالموتة وكانت رائحة الدم تفوح في كل مكان ووضعت الجسس في ثلاجات الطعام اي ظلم بعد كل ما نراه فهل يرى اصدقاؤنا غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا هل يحكمون ضمائرهم هم ويتغلبون على الانسانية كما يطالبون منا دائما هل العادات والثقافة لا تدين وترفض الا عندما تكون انت المتضرر ولا تتكلم اذا كنت بعيدا عن الاحداث نقول لكم ان فلسطين صاحبة الارض وصاحبة الحقوق قدم شعبها المستضعف الاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته الى كل شعوب العالم كفى صمتا وخوفا وتبريرا لا يوجد شيء على وجه الارض يدعوكم الى دعم الابادة الجماعية والتطهير العرقي اوقفوا القتل واعيدوا الحياة وافتحوا المعابر امام المساعدات الانسانية ومن اجل حق الابرياء في الحياة حسين الشحات كتب على حسابه ايضا ليس عليك ان تكون مسلما لدعم فلسطين عليك فقط ان تكون انسانا حسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيحصل ده حرام اقسم بالله الواحد حاسس انه بيحلم والله ما عارف انام حسبنا الله ونعم الوكيل ايضا محمد الشنوي حارس مرمى منتخبنا والنادي الاهلي كتب وغرد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم لقوا الله لك الله يا غزة اللهم بردا وسلاما على غزة واهلها اللهم ان استودعتك غزة واهلها ورجالها ونسائها وشيخها وشبابنا واطفالها اللهم انهم مغلوبون على امرهم فانتصر لهم يا رب رحم الله شوداء غزة وربط على قلوب اهليهم من كل شر ان لله وان الحكم من الصابرين وحسبنا الله ايمان اشرف كتب ورب الكعبة سينصر الله اهل فلسطين هذا وعد الله لنا ولن يخزننا الله ولا ينتصر الباطل على الحق ابدا بل على مر التاريخ الله ينصر الحق دائما سينصرنا الله لو بعد حين وسنصلي يوما ما في القدس لكن الان على حكام العرب جميعا ان يتحدوا ويتحركوا وعلى الشعوب العربية ايضا ان تتحد لكن ينصرنا الله علينا ان نتحرك جميعا عمر السلية غرد وكتب الواحد مش عارف يكتب ايه يعبر عن اللي جواه بننام وبنصح على مجزرة جديدة في حق اخوتنا في غزة ابادة جماعية لشعب بيدافع عن ارضه عن حقه عن شرفه والعالم كله بيتفرق من بعيد ودول مش شايفة اللي بيحصل ويجوا يتكلموا عن حقوق الانسان وحرية الرأي انت حتى بتمنع الناس تقول رأيها الحقيقة اللي دول كتير بتزيفها وبتحجبها ما يعرفوش ان في ربنا شايف ومطلع على كل شيء ما فيش حاجة اقدر عاملها غير ان ادعي ربنا هو وحده القادر على الصهينة والقتلة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئداتهم هواء كابتن حازم امام وفي تغريدة كتب القضية الفلسطينية تعيش تعيش في وجدان كل مصري ومن لا يدرك هذه الحقيقة عليه مراجعة التاريخ جيدا والغوص في تفاصيله المختلفة ومراجعة موضار داخل الاسر المصرية الصغيرة والكبيرة بالامس عقب القصف الغاشم للمستشفى الاهل المعمداني وسقوط الضحايا بالمئات ما حدث وتناقلته الشاشات امام اطفالنا ينزركم جميعا بجيل يقره العنف ويقره مصدره ومن خطط له ينزركم بقراهية لن تقوى قوتكم على الصمود امامها كل الدعم للاشقاء في غزة كل الدعم للاشقاء في فلسطين جمهورية مصر العربية تقف حائط صد امام هذا العدوان الغاشم وبإذن الله ان شاء الله ستزلزل الارض تحت اقدام الكيان الصهيوني المختل بإذن الله ربنا قادر على كل شيء فاصل ثم نواصل ايضا الان شركة بريزنتيشا لايف اصدرت بيان تضامنا مع الحداد الذي اعلنت عنه جمهورية مصر العربية منذ قليل حداد لمدة ثلاث ايام تضامنها مع الشعب الفلسطين وتأيضها لحقهم في الدفاع عن حقوقهم وحريتهم وكمان ادانة للقصف اللي حصل على المستشفى الاهل المعمداني بغزة وتدين بذلك اشد الادانة باعتباره تجاوز خطير في حق الانسانية النادي الاهلي نشر بيان منذ قليل على حساباته الرسمية وعلى الموقع الرسمي تحت عنوان عاشت فلسطين حرة يعلن النادي الاهلي الحداد على ارواح اخواتنا الشهداء في فلسطين ويجدد رفضها القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للامال تجاه ما يحدث للاشقاء ويبدي النادي اسفه وحزنه لما يتعرض له الابرياء والاطفال والشيوخ والنساء ويطالب كل المجتمعات الانسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعمية ويؤكد النادي الاهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه عاشت فلسطين حرة شيء لفت للنظر كمان وده أعتقد محتاج مننا كإعلام رياضي خلال الفترة اللي جاية يبقى فيه تحرك مهم جدا لأن الإعلام الرياضي المصري أو العربي ليه دور مهم جدا مع الاتحادات الأوروبية والاتحادات القرية فيما هو معناه تكميم الأفواه لاعب مغربي يدلي برأيه ويعبر عن وجهة نظره يتم فسخ تعاقده لعب جزائري يعبر عن رأيه يتم توجيه لها أنظار بفسخ التعاقد أين حرية الرأي؟ أين التعبير عن حرية الرأي؟ للأسف ما حدث من بعض الاتحادات الأوروبية وهو حدث من بعض الأندية الأوروبية كشفت المسطور على أن الحديث عن الحريات والتعبير عن الحريات ما إلا مجرد حبر على ورق عندما يتم استخدامه ضد القضية الفلسطينية ولكن هنا من أرض الكنانة من جمهورية مصر العربية الموقف واضح ومعلن وكل الدعم للسيد الرئيس وللقيادة السياسية في الخطوات القادمة شعب المصري كله يقف وقفة واحدة لحماية الأرض وللدفاع عن القضية الفلسطينية طيب نبدأ حلقتنا بسؤال لحلقة النهاردة وهنبدأ نتكلم بقى في تفاصيل متعلقة بالأحداث الرياضية خلال الفترة اللي جاية وعايز عرف حد يعني رأي حضراتكم في توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سينبا التنزاني المباراة اللي إن شاء الله تتلعب يوم الجمعة المقبل بعد غد بإذن الله في تنزانيا في افتتاح بطولة الدور الإفريقي تقدرات شاركوا معنا في الإجابة وتوقعاتكم على تشكيل الأهلي من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وبإذن الله في الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراءكم في السوشيال ميديا عبر صفحات القناة عشان عرف توقعاتكم بإذن الله لتشكيل الأهلي اللي ممكن يبدأ بيه كلر في مباراة سينبا التنزاني بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي بحثة الأهلي تسافر إلى تنزانيا وكمان طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية وفي الترند المحلي فيتوريا يطالب اتحاد كرة بسرعة الانتهاء من الإعداد لمعسكر نوفمبر فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكواليس اللي معنا في حلقة النهاردة أهلا بحضراتكم من جديد يمكن النهاردة كان فيه تدريب صباحي لفريق النادي الأهلي قبل السفر إلى تنزانيا برنامج الفريق معد مسبقا في الفترة الأخيرة بتدريب صباحي ثم التجمع فيه مطار القاهرة واستقلال الطائرة المتجهة إلى دار السلام في رحلة طيران خاصة بعد الاتفاق مع الشركة الإيطالية على سفر الأهلي برحلة طيران خاصة عصر يوم الأربعاء عشان البحث إن شاء الله تصل في حدود حوالي الساعة الحداثة عشر من مساء اليوم إلى تنزانيا النهاردة الفريق أدى تدريب صباحي والتدريب قدامكم على الشاشة طبعا يمكن بعض الفقرات التدريبية ومعظم كل اللاعبين كانوا موجودين في التدريب بما فيهم اللاعبين الدوليين كانوا كمان موجودين في التدريب اللاعبين الدوليين كلهم وصلوا بالأمس إلى ملعب مختار تيتشبي كيزيرة كان تدريبا برحة أخر لحوالي الساعة 8 عشان الفريق يلحق يوصل يعني اللاعب الدوليين تيجي من تيجي من الإمارات إلى القاهرة وتلحق التدريب المسائي لأنه كله كان عايز يعمل تدريب مسائي متأخر شوية عشان يجمع كل الفريق بحيث إن التدريب النهاردة يكون تدريب بيشمل كل اللاعبين وكان عايز يعمل استشفى لكل اللاعبين الدوليين اللي وصلوا بالأمس النهاردة التدريب كان كل اللاعبين موجودين بلا استثناء فيما عادة طبعا علي معلول اللي كان متواجد لسه مع منتخب تونس أسما جاش على القاهرة أليو ديانك قدامكم هو في الصورة بيرستاو موجود في الصورة أنتوني مودز يمكن ما اتمرنش النهاردة وتخلف عن بعثة فريق النادي الأهل بسبب تعرضه لنازلة برد نقدر نقول للأهل إن شاء الله مسافر إلى تنزانيا ببعثة قوامها 23 لاعب 23 لاعب النهاردة كانوا موجودين مع الفريق في التدريبات الشناوي مصطفى شبير مخلوف ربيعة منعيم ياسر خالد عبد الفتاح محمد هاني إمام عشور، أليو ديانج، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حسين الشحات، بيرستاو، صلاح محسن، محمود عبد المنعي القهربة، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، محمد دو كريستو، ريدا سليم، محمد مجدي أفشا، وأحمد عبد القادر 23 لاعب المفروض كمان علي معلول هيلطحق بالبعثة في تنزانيا يمكن عايزة أقول لكم على خبر دلوقتي متعلق بعلي معلول المفروض دلوقتي علي معلول يكون وصل تنزانيا ولكن حصلت مشكلة في رحلة الطيران فغاليما بنسبة كبيرة علي مش هيكون موجود مع الأهل النهاردة في تنزانيا وغاليما هيصل بكرة إن شاء الله نتيجة يعني حصل مشكلة كده في موضوع رحالات الطيران لأنه طبعا وجاي من رحلة الطيران بعيدة جدا جاي من توكيو على الإمارات في رحلة ترانزيت من الإمارات على تنزانيا فبالتالي رحلة الصفر حصل فيها مشكلة في الموعد وبالتالي علي معلول للأسف لم يصل إلى تنزانيا وغالبا بإذن الله في حال تعديل حجز الطيران ممكن يكون موجود بكرة إن شاء الله لعله وعسى يكون موجود بقى في المباراة مش موجود في المباراة دي وجهة نظر ترجع لمرسل كلها لكن كل المحاولات للحاق علي معلول غدا معرفش بقى إذا تلحقت فكرة إنهما يحجز له طيران ويصل بقرة ممكن يلحق ييجي بقرة ولا خلاص عيبقى صعب إن يكون في تنزانيا ده أنا عرفه خلال الساعات اللي جاء ولكن دلوقتي كما هو كان متفق إن علي معلول يصل تنزانيا قبل وصول بقاسة الأهلي للأسف رحلات الطيران حصلت فيها مشكلة فبالتالي عالي حاليا مش موجود في تنزانيا اللي موجود في تنزانيا حاليا الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي يحضر كل الإجراءات الخاصة بفندو الإقامة وملاعب التدريب الساستري أنديل هو رئيس باعثة فريق النادي الأهلي في تنزانيا ومعه طبعا تاتا وعشي اللعب والجهاز الفني بقيادة مارسل كولر الفريق على طول بعد ما خلص التدريب في ملعب مختار التشت توجه بسرعة إلى مطار القاهرة طبعا ضمك بقى اللعبة بتستعد للرحلة بيرستا وقاليو ديانج يمكن كان الفريق متواجد في صالة قبار الزوار صالة أربعة السعني 23 موجودين مع مارسل كولر عشان يستعد إلى رحلة تنزانيا بإذن الله ويقدر إن شاء الله الأهلي حقق نتيجة جيدة في لقاء الزهاب في انتظار لقاء العودة إن شاء الله طيب كلنا عارفين كمان النهاردة كان فيه محاضرة مارسل كولر عمل محاضرة مع اللعبين وقدم كمان أقرم توفيق مع الطبيب النفسي والنهاردة التدريب كان فيه جوانب فنية وخططية وطبعا فقرات بدنية كمان تحت إشراف فاندرس أندويا مخطط الأحمال قبل استكمال بقية المراني اللي اجتمل على تنفيذ عديد من الجمل الفنية وتأسيمة كرة قوية بإذن الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي في أتم الاستعداد طريدة سليم كمان موجود مع البعثة نحن أتركوا 23 اللاعب الموجودين مع البعثة في تنزانيا دي رحلة تيران خاصة النادي الأهلي اتفع مع الشركة الإطالية إن في رحلة تيران هي اللي هتستخل بالفريق سفر إلى تنزانيا نهاردة يوصلوا بالليل بكرة يكون فيه تدريب على ملعب المباراة المباراة الساعة 6 بتوقيت القاهرة وبإذن الله الفريق يلعب المطش يوم الجمعة الساعة 6 زي ما قلت لحضراتكم ويرجع على طول بعد المباراة اللي ما فيش وقت هتكون موجود في القاهرة صباح يوم السبت عندك المباراة العودة مباراة تالية يوم الثلاثاء يعني بنكلم في 72 ساعة قبل مباراة العودة بإذن الله طبعا الإجراءات هناك في تنزانيا يمكن إجراءات كبيرة جدا فيه حفل افتتاح وفيه حضور كبير جدا لقيادات الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي لدرجة حتى أن فيه إحدى الفنادق تم حجزها بالكامل بالكامل الفندوق من إيتو زد يعني كل الغرف محجوزة لحوالي 500 شخص من الفيفا والكاف عشان يحضروا هذا حفل الافتتاح اللي بالتأكيد الاتحاد الدولي برئاسة السويسري جياني إنفنتينو يعني عاملين مجهودات كبيرة جدا عشان البطولة دي تنجح إنهما شايفينها البطولة هتبقى انطلاقة للنسخة الأولى اللي بيحاولوا قدر إمكاني يزودوا عدد الأندية خلال الفترة اللي جاي نسخة الأولى بتامن أندية لكن النسخة الثانية والثالثة بيحاولوا يزودوا عدد الأندية فالنسخة الأولى لو ما نكحدش مش هيقدروا يتكلموا على زيادة عدد أندية أو استكمال رصيد بطولات من نسخة الدوري الأفريقي فبالتالي حفل افتتاح المفروض مدت ربع ساعة في تنزانيا الفترة فيك كان فيه كواليس كتيرة من حفل افتتاح بروفات عديدة من حفل الافتتاح كان فيه كمان وجود لأرسن فينجر النجم الفرنسي اللي موجود في الفيفا حاليا مسؤول عن التطوير موجود كمان ومن أبرز الديوف اللي موجودين في تنزانيا على هامش حفل الافتتاح طيب تفاصيل أكتر وفي هذه الأثناء طبعا رحلة الأهل دلوقتي في الجو إن شاء الله بإذن الله تزلت تنزانيا مساء اليوم لكن بينضمل دلوقتي على التليفون معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا عشان نطمئن من خلاله على آخر الأخبار والاستعدادات في تنزانيا لمباراة الافتتاح افتاح السوبر ليج معالي السفير مساء الخير على حضرتك وتحياتي ليك مساء الخير طيب محمد زيك صحة وتحياتي لكل المشاهدين الكرام أهلا بك معالي السفير وبالتأكيد عايزين نطمئن من حضرتك على الأخبار في تنزانيا الأجواء في تنزانيا يمكن العالم كله بلا استثناء في الرياضة تحديدا وفي الكرة هيكون اهتمام كبير جدا لأنه في حفل افتاح وفي حضور شخصيات كبيرة من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريخي والأهلي كمان هيصل مساء اليوم وأنا عارف حضرتك على مدار الأيام المضايكة في اتصالات على أعلى مستوى للتنصيق والترتيب لكل هذه الأمور إن شاء الله وبالتأك عارف طبعا دي البطولة الأولى أكيد لها يعني كثير من الأهمية والزخم مطش الأهلي إن شاء الله سيكون مطش الابتتاح الأول في البطولة ذاتها يعني طبعا نواخد من الاحتمال في وقت محنة في الخارة أو في العالم كمان الرياضي فإن شاء الله ستبقى بطولة جيدة وحيبقى فيها طبعا احتمال عالي من مستميل بالرياضة في العالم كله وإن شاء الله نتمنى توفيق النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله آخر الترتيبات مع بعثة النادي الأهلي وكان في التصالات أكيد مع الأستسطر أنديل مع مجلس دارة النادي الأهلي الترتيب لكل شيء وكمان عرفت إن حردك كنت كمان موجود مع الكابتن خالد بيبو ومع الكابتن سامير عدلي عشان تطمين على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة بإذن الله بإذن الله وبالترتيبات النهات ده يعني أولا تنفيذ صال من كرف المحمول التطبيب الحية وكان في التطبيب قبل كده مع عضو مجلس الإجدارة والتطبيب الصفحة بعض النهات ده أو الصغر مع الكابتن يعني خالد زيبو الكابتن سامير عدلي موجودين هم معنا من الفجل وكل الإجراءات إن شاء الله يعني بتتمع على الخضر من المصر بحيث إن هو مصر تأيجابي إن شاء الله بإذن الله هل في اجتماعات تمت في الفترة الأخيرة مثلا مع الاتحاد التنزاني مع مسؤول نادي سيمب كمان الجالية المصرية الحضور الجماهيري للجالية المصرية اللي ممكن تحضر هذه المباراة يعني نطمئن من خلال حضرتك في جالية مصرية في حضور ممكن يكون موجود في المباراة عارف طبعا الملعب هيكون ممتلع عن آخره حوالي ستين ألف متفرج هو حقيقة الملعب طبعا الملعب الرئيسي بتاع التنزاني بالكامل ستفر السلام وبالتأكد تقريبا بالتأكد ستين ألف هو يعني متوقع طبعا هو يبقى مجان على الآخر بس إن شاء الله حيبقى في حضور المصري مميز بإذن الله مش حادر أقول لها حقيقة إن كل الجالية إحنا الجالية كلها تأجن يعني ألف ومتين واحد مش كلهم حيكونوا متواجدين بس بقلوبهم وقلوب المصريين جميع رسول الله حيكون الدعم الموجود وقلوب بالجالية بإذن الله هل يقدروا يحصلوا على التذاكر إزاي يعني لو برضو الجماهير المصرية أو الجماهير الأهلوية أكيد سمعانا وعايزة تطمن إزاي تحجز التذاكر هل في وسيلة معانا بالباياة هذه بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله كان المصرود اللي هو اللي يقصص تقريبا مضرد بالجمهور التأكيد بتاعة السريق للسريق هو ده اللي حيثم إن شاء الله المرض بإذن الله هنا في بعض الدعوات اللي حتيجي للنجي الأهلي وفي من الجالية اللي حاجتين اللي هم يعني يطروا يستيروا التذاكر هتكون متاحا في توقيت اللي هيعلن عنه بعد الاجتماع لأول مرة معالي السفيري يمكن الأهلي في تنزانيا أو حتى الفرق المصرية ممكن تلعب بالليل على الأضواء الكاشفة أعتقد ده مشهد يعني هيبقى جديد على الجميع في الفترة اللي جاني كان دايما جرى العرف إن كل مباراة الأهلي سواء مع سينبا أو يانجا أفريكانز أو حتى لما الزمالك سافر وفيوتشر في الفترة اللي فاتت كان بيلعب الساعة ثلاثة العصر بإذن الأجواء إنك في تنزانيا دلوقتي أجواء حرة أو الأجواء تقدر نقول مناسبة شوية يعني الرتوبة والله حقيقة تنزانيا تتنيز أن هي يعني ملاخ سوائز يعني تعديدا ملاخ مستقر في للسنة بتختلف بس يعني من الأمطار الرتوبة العالية شوية إحنا داخلين بالوقت على بدايات الرتوبة العالية بدايات الرتوبة العالية يعني يعني تتجو مثلا في حدوث 25-28 درجة يمكن الرتوبة العالية وفيه طبعا طرق يعني موجودة لكل بعض الأمطار بإذن الله معالي السفير أنا بشكرك والفترة يا خير هنعاني في السفارة المصرية كان لها دور كبير جدا حتى مع العندية المصرية في يوتشر والزمالك والمراضي أهلي فكل التوفيلكم يا رب بإذن الله والله يا سيد محمد يعني احنا كل دعواتنا لكل الكرأة المصرية احنا نسعد بيهم أينما يخلقوا علينا يعني في أي بلد أن نكون فيها نسعد طبعا باللي يحمل بإسم مصر واللي يشبطنا من إسم مصر فبإذن الله يبقى في يعني سعادة مبعطة بإذن الله بالنسيجة الإيكريمية ونسرح كلنا سويا بإذن الله معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا شكرا جزيلا لحضرتك حاولنا القادر إن كان نعرف شوية من الأجواء في تنزانيا وبتأكيد يعني أبرز حد ممكن نتكلم معه نطمئن من خلاله على كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي بحق الجماهير المصرية والجلال المصرية الحضور الجماهير هيبقى إزاي كل ده بالتأكيد كان لازم نسمعه من خلال سفير مصر في تنزانيا معالي السفير شريف إسماعيل زي ما قلت لحضرتكم وزي ما شايفين على الشاشة يمكن أن نزل أغطات حصرية من تدريب النازي الأهلي من مطار القاهرة من كمان داخل الطيارة كل الأجواء وكل الكواليس المتعلقة بصفر الفريق إلى تنزانيا الحمد لله يمكن الفريق النهاردة زي ما قلت لحضرتكم أنهل التدريب بشكل جيد جدا 23 اللعب موجودين مع مارسل كولر أستاذ طريق أنديل لرئيس البعثة علي معلول زي ما قلت لحضرتكم يعني غالبا ممكن يصل بكرة يمكن الترتيبات بالإدارية الخاصة بتعديل تسقرة السفر يصل إمتى إلى تنزانيا ده هنشوفه في الساعات اللي جاية ولكن للأسف ما تواجدش في التوقيت اللي كان مقترح ومتفق عليه في الساعات الأخيرة لكن أتمنى يا رب التوفير للنادي الأهلي وكده كده مرسل كولر عامل حسابه واخد 23 اللاعب يعني القيمة بالكامل هتكون موجودة مع النادي الأهلي على فكرة أبرز اللي مش موجودين مش عقول المستبعدين لنتيجة طبعا غيابات بسبب إصابات أنتوني مودست عنده نازلة برد شديدة عمر السلية وكريم فؤاد كريم ندفت محمود متولي بسبب الإصابة حمزة علاء كان موجود مع المنتخب الأولمبي في أسباكستان وأعتقد وصل متأخر فما كانش فيه مساحة وقت يقدر يسافر مع بعسة فريق النادي العشان كده الأهلي يسافر بمصطفى مخلوف الحارس الثالث مع محمد الشناوي ومصطفى الشبير وده اللي خلانا نقول للناس للأهلي يسجل أربع حراس مرمى الأهلي يسجل أربع حراس مرمى لأن انت معرض في أي وقت بالتأكيد أحد الحراس نتيجة الانضمام للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي يحصل أي زرف معاكس فمش هينفع تكمل البطولة باتنين حراس أو تخوض أي مباراة وأنت مسافر باتنين حراس فعشان كده الأهلي يسجل أربع حراس مع ستة وعشر اللاعب عشان يقفل قيمة التلاتين لعب استعداداً لمباريات السوبر الإفريقي وبداية الدور الإفريقي بمواجهة سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الجمعة الساعة ستة مساء والله هيدير هذه المباراة تقم تحكيم أو حكم من موريتانيا دحان نبيدة هيكون حكم هذه المباراة دي أبرز الأخبار والمعلومات اللي معانا وقلت لحضراتكم طبعاً إن كابتن خالد بيبو وكابتن سامير عدلي ومعهم شيف عشان الأكل والتخزية والأمور الخاصة به الطعام للفريق في تنزانيا سفروا مساء أمس ووصلوا النهاردة فجر اليوم ونقدر نقولي اطمئنه أو عملوا كل التفاصيل المتعلقة به فندو الإقامة التنقلات ملاعب التدريب لأن خلاص الأهلي رايح مش عرضاً أنه يشوف أي حاجة للصدفة لازم كل حاجة تبقى معمولة بنظام الفندو الغرف اللعبة توصل للنهاردة بالليل تطلع على الغرف مباشرة بقرة تدريب رئيسي بقرة على فكرة كمان في مؤتمر صحفي حوالي الساعة 12 الظهر هيحضره مرسل كولر مع المدير الفني يمكن فيه رولز معينة وفيه تفاصيل معينة فيه بطولة الدور الإفريقي قبل كل مباراة 24 ساعة هيكون فيه مؤتمر صحفي هيحضره المدير الفني محمد الشناوي ومرسل كولر فيه اجتماع فني عشان يتحدث فيه كل الأمور التنظيمية وكمان الحضور الجماهيري والجماهيري اللي هتحضر وتشجع النادي الآلي وكلنا عارفين طبعا هو الحضور الجماهيري زي ما قال معالي السفير شريف اسماعيل انت ليك مدرج بس المدرج ده ساعته لا تتخطى الخمسة في المية من ساعة الاستاد لأن احنا عارفين طبعا ان اللايحة الاتحاد الإفريقي لو انت فريق رايح تلعب في مباراة خارج أرضك ما بيسمح لكش بأكتر بخمسة في المية من ساعة الاستاد عشان جمهورك يحضر والمعاملة بنفس المعاملة لما يجي برضو سيمبا يلعب معالي في القاهرة هيسمح له برضو بخمسة في المية من ساعة الاستاد القاهرة اللي يجي مهير سيمبا التنزاني فبالتالي كل الأمور دي هتتحدث بكرة في الاجتماع الفني والتدريب الساعة ستة وعلى طول بعدها الفريق يرجع للفندق وان شاء الله يستعد بقى لأجواء المباراة يوم الجمعة اللي هيسبقها حفل افتتاح المواتش الساعة ستة فيه حفل افتتاح من الساعة خمسة ونص للساعة ستة إلى ربع مدته ربع ساعة فهتلاقي حتى معد الإحماء ونزول الفريق للإحماء هيكون بدر شوية عشان فيه ربع ساعة هيبقى فيها حفل افتتاح للشركة المنظمة عاملة حفل افتتاح كبير وهيكون حفل افتتاح بتأكيد من خلال باتلس موتسيب رئيس الكاف وجياني إنفانتينو اللي وجه الدعوة العدد كبير جدا من رجال الفيفا وعضاء اللجنة التنفيذية عشان يحضروا مباراة يوم الجمعة في افتتاح الدوري الإفريكي خبر تاني مهم جدا هقوله برضو قبل مطلع الفصل عايزة أتكلم على كأس العالم للأندية نهاردة الاتحاد الدول لكرة القدم فيفا أعلن عن طرح الدفعة التانية من تذاكر مباراة كأس العالم للأندية وتحديدا طبعا المطش اللي يهمنا مباراة الأهلي يوم 15-12 مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي الدفعة الأولى اضطرحت من فترة دمكم على الشاشة هودا من خلال موقع الفيفا الويب سايت الجزء المتعلق بحاجز التذاكر طبعا هيبقى فيه ويت انجليست كتير جدا ولسه فيه دفعة تلتة وده هيت ان شاء الله بإذن الله هتتطرح خلال شهر نوفمبر قبل موعد البطولة بأيام قليلة جدا عشان يبقى الثلاث دفعات الخاصة بالتذكر تم ترحاها بالكامل وان شاء الله يكون فيه حضور جمهيري كبير جدا للنادي الأهلي في هذه المباراة الفتاحية اللي أنا أتمنى بإذن الله على الأقل على الأقل يكون فيها ما يقرب من 30 إلى 40 ألف مشجع أهلاوي وأنا أتمنى وأعتقد بنسبة كبيرة هيبقى فيها عدد كبير جدا لأنه كمان إدري النادي الأهلي يعني يتطفق مع الاتحاد الدولي على نسبة جيدة جدا بنتكلم مثلا في الروض حوالي 20% من ساعة الملعب ده بيخلاف طبعا الأعداد اللي ممكن تحجزها جمهيري الأهلي في الفر اللي جاي فإن شاء الله نقدر نوصل على الأقل لنصف ساعة الإستاذ وده أعتقد يبقى شيء مناسب وجيد جدا للأهلي وهي دي حماس كبير لللاعبين سواء الأهلي وجه اتحاد جدا أو أوكلاند سيتي طبعا التحاد جدا وموجهته مختلفة تماما لو الأهلي وجه أوكلاند سيتي عشان كده الكل بيحضر وبيشتغل أيا كان من المنافس وإن شاء الله الأهلي تكون ضربة البداية في جدا بشكل كويس جدا وينطلق منها إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بطل كوبا لبارتادورس دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معنا النهاردة عن سفر الأهلي إلى تنزانيا واستعدادات الفريق لمباراة سيمبا وكمان اطمأننا على حالة الاستعدادات في تنزانيا من خلال سفير مصر في تنزانيا معالي السفير شريف إسماعيل نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند أعلم بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند والبداية هتكون من ترند الأهلي حساب يلا قورة تكلموا على قيمة الأهلي استعدادة لمواجهة سيمبا التنزاني والبداية باستبعاد مودست وتواجد إمام عشور يلا قورة يكشف قيمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني زي ما قلت لحضركم القيمة شناوي شبير مصطفى مكلوف معلول كريم الدبيس ربيع ياسر إبراهيم منعم أكرم هاني عبد الفتاح ديانج مروان إمام عبدالقادر أفشا حسين الشحات طاهر ريدا سليم الضو كوكا وكهرباء وصلاح محسن وبيرسي تاو دي القيمة اللي موجودة مع كلها حاليا على متن طائرة المنتجها إلى تنزاني كورة بلس بيتكلمه على غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني وزي ما قلت لحضركم مودست هو الأبرز نتيجة تعرضه لنازل البرد بالإضافة إلى السلية وكريم فؤاد ونيدفد ومتولي بسبب الإصابة وحمز على غياب طبعا لأسباب فنية عشان ما كانش ما هو تواجد مع الأهلي وكان موجود في أسباكستان مع منتخب الأولمبي حساب في الجول بيتكلمه على أن أنتوني مود استخارج مباراة الأهلي ضد سيمبا بسبب معاناته من نازل البرد رغم تواجده في النادي ولكنه لم يسافر مع الفريق طيب نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلمه على أن إمام عشور جاهز طبيا لمباراة سيمبا التنزانة وينتظر قرار كولر وده اللي قلناه الفترة اللي فاته أن إمام عشور الحمد لله أصبح جاهز طبية للمباراة وشارك في آخر 48 ساعة في التدريبات ولكن قرار مشاركة إمام في المباراة من عدمها ترجع لي مرسي القرى لأنت عندك 11 لعب أساسي و12 لعب على الدكة لك الحقيقة أنك تستبدل 5 من الـ 12 اللي على الدكة فهنشوف كل رأي فقر إزاي في المباراة طيب سبورت 362 مصيري بتتكلم على أن بيرسي تومع الآله في البطولات الإفريقية لعب 26 مباراة سنع 20 هدف عمل 20 أسست وأحرز 8 أهداف آه عمل 20 مسامة هدفية أحرز 8 وعمل 12 أسست ففي 26 مباراة كان لي دور في 20 هدف تقلق أو تقلق من الأسد الجنوب إفريقي بيرسي التاو هيكون موجود مع الأهلي إن شاء الله في مباراة سينبا التنزاني طب حساب كورا بلس الأهلي يبحث ضم رأس حربة تحت السن في يناير المقبل مصدر بيقول لكورا بلس إن الأهلي يبحث ضم رأس حربة تحت السن في يناير المقبل وهناك عدد من المرشحين يتابعهم مرسي الكولر في الوقت الحالي لسه بدري على هذا الكلام حساب الوطن سبورتو بيقولوا إن الأهلي يتلقى صدمة قوية في ملف صفقة أسامة جلال إن بارح قالوا إن الأهلي بيخلص مع أسامة جلال والنهاردة بيقولوا صدمة قوية في ملف أسامة جلال ولا قلت لحضراتكم لا في صدمة ولا في مفاوضات وللأسف الأفريقي حساب اليوم السابع نقل النهاردة معلومة وخبر مهم لروي فيتوريا مدرب منتخبنا الوطن بيطالب اتحاد الكرة بسرعة الانتهاء من الإعداد لمعسقر نوفمبر معسقر نوفمبر ده هيبقى فيه مباراة رسمية مطشين جيبوتي وسيرليون في تصريات كأس العالم فنتمنى المنتخب يستعد بشكل كويس عشان ست نقاط مهمة في ضربة البداية حساب سبورتو 360 مصرية بيكلموا على منتخب مصر في الطريق الصحيح تحت قيادة روي فيتوريا بدري ماشي بدري هوا يا جماعة الكلام ده بصراحة 11 مباراة 9 فوز 1 تعادل 1 هزيمة سجل 23 هدف منتخبنا واستقبل 6 أهداف و7 مباريات شباك نظيفة يا جماعة الأهم دلوقتي تصفيات كأس العالم وكأس الأمم في أبيتجان النهاردة كان فيه صحب قرعة بطولة شمال إفريقيا ومنتخب الشباب افتتح مشواره بمواجهة ليبيا مجموعة مصر طبعا شايفين أصفارة القرعة بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الشباب مواجهة منتخب مصر مع بقيارة وقال رياض ده المنتخب اللي لسه متعين ليه جهاز فن جديد مواليد 2005 هيلعبه مع ليبيا لقاء الافتتاح يوم الأربع 15 نوفمبر ثم الجزائر يوم 17 وآخر لقاء مع تونس يوم 19 نوفمبر شمال إفريقيا يعني مباريات ما بين ليبيا والمغرب ومصر والجزائر وتونس فهيبقى فيه خمس جولات وده جدول المباريات على صفحة اتحاد الشمال إفريقيا وعلى صفحة اتحاد القرى آخر حاجة حساب في الجول بيكلموا على منافس مصر في كأس أمم إفريقيا غانا كان بتلعب مباراود دية في أمريكا غانا خسرت 4-0 أمام أمريكا تأتي تلك الخسارة عملية حابت تلعب مباراود دية الناس بتقول أصل دا استعداد عشان كسل عالم عشرين ستة وعشرين ولسه بدري بس هي عملت مباراود دية مع المكسيك ومع أمريكا اتغلبت من المكسيك وأمريكا نفس الأمر تونس راحت لشارع أسيا لعبت مع كوريا واليامان خسرت من كوريا 3-0 وخسرت من اليامان برضو 2-0 فنتائج مش جيدة للمنتخبات الإفريقية في الأجندة الأخيرة طيب حساب في الجولف الترند العالمي بيكلمه على خسارة أولى وإصابة نيمار البرازيل تتلقى خسارتها الأولى في تصفات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد سقوطها أمام أروجوي في ملعب سنتريايو بسنائية نظيفة المباراة شهدت مغادرة نيمار لأرض الملعب قبل ديئة رحدة من نهاية الشرط الأول بعد اتعرضه لإصابة قوية كمان حساب زا أتليتك بيتكلم على إصابة نيمار والإصابة اللي تعرض لها وبيقول إنيمار بينتظر معرفة نتيجة التحاليل والأشعة لمعرفة مدى الإصابة اللي لحقت به في مباراة أوروكوي طيب نروح كمان الحساب كأس العالم على تويتر وبتكلمه على الهدف التاريخي لتصفات أمريكا الجنوبية ليونيل ميسي مبارح أحرز هدف مع منتخب الأرجنتين وقاد الأرجنتين لتخطي بيرو واعتلاق صدر الترتيب لتصفيات برسيد 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالي ميسي سجل جولين وأصبح الهدف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية نروح بقى للمشاركات والسؤالة راحنا في بداية الحالة توقعاتكم على تشكيل الأهلي أمام سنبا في افتتاحية الدوري الإفريقي عبدالله بيقول مساء الخير تشكيل الأهلي هيبقى الشناوي هاني منعم ياسر معلول يعني لو لحق ديانج مروان كوكتاو الشحات مودست طبعا ما سافرش إن شاء الله نكسب 3 واحد إفريقيا يا أهلي طيب إبراهيم بيقول الشناوي هاني ياسر منعم معلول ديانج كوكا مروان تاو الشحات كهرباء بالتوفيق إن شاء الله وعندنا ثقة في 11 راجل يختارهم كولر طبعا ناس صبعا مش عارفة التطورات الخاصة بمودست ومعلول فكل بيتوقع بناء على رؤية بشكل عام أستاذ وليد بيقول الشناوي هاني ياسر منعم معلول ديانج كوكا مروان تاو مودست الشحات بالتوفيق إن شاء الله وعندنا ثقة في أي 11 راجل يختارهم كولر أستاذ أحمد بيقول الشناوي هاني معلول ياسر منعم ديانج عطية إمام الشحات تاو كهرباء آخر تعليق معايا أستاذ أحمد بيقول تحياتي ليكم التشكيلة من وجهة نظري الشناوي في حراسة المرمى علي معلول زهير أيصر محمد هاني زهير أيمن منعم وياسر في وسط الارتكاز مروان عطية وآليو ديانج ومحمد دامجدي أفشا وفي الهجوم حسين الشحات بيرسي تاو محمود كهرباء طيب دي تعليقات كل السادة للمشاهدين اللي شاركوا معنا في الإجابة على السؤال المتعلق بتشكيل الأهلي في مباراة سينبا وتوقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يبدأ بي مرس الكولر مباراة سينبا يوم الجمعة المقبل في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا